عزيزي هل فكرت انه في بعض الصلوات ممكن تكون صلوات رديئة او مثل ما قال الرب صلواتكم او صلاتكم صارت مكرهة لي امتى بيصل الانسان لهاي الحالة او الوضع انه الله هو عم بيتفرج علينا عم بيشوفنا واحنا منصلي لكن يقول انه صلواتكم بالعكس هي مكرهة لي اليوم حديث عن الصلاة الرديئة شو هي الصلاة الرديئة خليني اقرأ بعض الايات من رسالة يعقوب الاصحاح الرابع بقول من اين الحروب والخصومات بينكم اليست من هنا من لذاتكم المحاربة في اعضائكم تشتهون ولستم تمتلكون تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون ان تنالوا تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لانكم لا تطلبون تطلبون ولستم تأخدون لانكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم يعني هذه واحدة من الصلوات الغير مستجابة اذا شو هاي الصلاة الغير مستجابة هي تطلبون ولستم تأخدون لان شو تدافع ما وراء هذه الطلبة تنفقون في لذاتكم صلوات رديئة صلوات انانية بقول تبسطون ايديكم لا اسمع لانه الايادة لازم تكون رافعين ايادة طاهرة فاذا هذا النوع من الصلوات غير مقبولة لانه مكتوب هذا الشعب يقترب الي بشفتي اما قلبه فمبتعد عني جدا كيف يسمع الله الصلوات ومن جوه في فساد لانه من القلب يتكلم اللسان من القلب تخرج الافكار الشريرة اذا هاي هي الصلاة الرديئة لانه الصلاة مش يعني مش بحسب مشيئة الله ومش لمجد الله بل بالعكس عم بتصلي وعم بتطلب لكن بتطلب شيء رديئ شيء اناني عم بتصلي وانت بتحارب وبتحسد وبتقتل من جوه بسبب الكراهية وكأنه الله مش شايف بتبارس الخطيئة وكأنه الله غير موجود هاي النوع من الصلوات خالية من النعمة الصلاة الرديئة هي صلاة انانية الصلاة الرديئة هي الصلاة التي تخلو من النعمة من نعمة الرب الصلاة الرديئة هي التي تخلو من المحبة إن الصلاة الرديئة تخلو من الغفران الشخص اللي بيصلي لازم يكون قلبه طاهر إن رعيته إثماً في قلبي لا يستمع لي الرب هاي النوع صلوات الرديئة اللي ما فيها غفران كيف أنت بتدعي على ناس إنه الله يتمهم ويرملهم وبتبتدي تنعت فيهم كل الكلمات البذيئة والسيئة وبتتوقع إنه الله يستجيب صلواتك كيف أنت ممكن تصوم وتصلي وتعمل كل الحسنات ومن جوة قلبك مليان كرهية كيف أنت عم بتقدم إكرام لأله بس كلاماً وقلبك بعيد عن الرب كل البعد الرب حتى كان بيتكلم للشعب القديم هل لي كثرة ذبائحكم؟ لا حتى الذبائح والصلاة صارت مكرهة وعم منطلب لذواتنا بتذكر واحد قريب إلي قال لي نزار أنت الرب بيسمع صلواتك صلي للرب يعطيني مليون دولار فهو يعني كان طلب الصلاة عشان يروح يلعب إقمار يعني عاوز فلوس طبعاً يعني الطلب غريب بس يمكن وصلتنا الفكرة أنه كتير مرات منفوت نصلي لكن من جوة مش نضاف ما في محبة ما في نعمة ما في غفران بل على العكس في أنانية نطلب ولسنا نأخذ لأنه عم نطلب رديد الله موجود نأتي لالله بالإيمان ونأتي للرب بتوبة حقيقية بقلب صادق بيقين الإيمان نأتي إلى الرب بطهارة بنقاوة بدون قداسة لا يمكن أحد أن يرى الرب الخطيئة بتحجز الخطيئة بتفصل صلي ليل نهار إذا من جوة قلبك مظلم صلواتك ما بتصل الصقف لكن عشان ربنا يبتدي يستجيب الصلاة الصلاة بدل ما تتحول من الزات ومن الأنانية اتمد المحبة والنعمة والغفران للآخرين هاي المحبة اللي بتعكس حتى إن صمت بيكون صومك حقيقة وإن صليت بيكون صلاتك حقيقية وإن توبت بتكون توبتك حقيقية وإن تقدمت لرب يكون تقدم بإيمان حقيقي تذكر الله مش أخرس الله بيسمع الله موجود الله حي الله حاضر ومكتوب إذا صلينا بالإيمان وبالذات إذا اجتمعنا اثنين أو ثلاثة هو حي وموجود في وسطنا شو رأيك اليوم نتوب عن خطيانا وكتير مرات من نرفع صلوات وما في غفران بالأسرة بل بالعكس في كرهية في حقد في حسد في ضغينة في مرارة وعم نصرخ بس مش الرب مش عم بستجيب فمحتاجين نقول لي يا رب طهرني فأطهر خلصني فأخلص توبني فأتوب اغفر لي من كل إثم ومن إثمي طهرني قل له اغسلني بدمك الكريم وصليها قل له غمرني بحضورك بالروح القدس لأنه لما الروح القدس بيملق حياة الإنسان الروح القدس بساعدنا أنه نصلي الصلوات ونطلب الطلبات الحقيقية شارك هذا الفيديو والرب معك